التقاسم الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع رؤساء وفود الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو في أبوظبي تحت شعار نظام تعليم عال مر مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمضطردة وأكد سموه أن التعليم يعد من الأولويات الوطنية في دولة الإمارات ويأتي في صدارة خططها التنموية معربا عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر بتوصياته وآليات عمل ترتقي بجودة قطاع التعليم العالي في العالم العربي وتعزز تنفسيته